بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشخاص الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بكم متابعين الأوفياء في مقطع جديد يتحلق بإنجاز الجزء الأول والحصة الأول والحصة الثانية من نص المسترسل الحارس الإلكتروني الصفحة 116 والصفحة 117 والصفحة 118 فتبعوا معنا المقطع إن شاء الله حتى النهاية حتى تستفيدوا معنا ونبدأ على بركة الله بأستعد للقراءة وحدثوا صديقي أو صديقتي عن بعض وسائل التواصل والاتصال الحديثة مطلومني أنني أذكر بعض وسائل الاتصال الحديثة التي نعرفها نعم هي كثيرة ومتنوعة ومن بينها مثلا منصة الفايسبوك منصة واتساب ومنصة اليوتوب مثلا التلفاز الجهاز اللوحي الحاسوب الهاتف وغيرها من الوسائل التي نستخدمها في الاتصال وكذلك في التواصل نعم السؤال التامي عفوا مبين أي الوسائل أكثر فائدة وأيها أشد خطرة نعم بالنسبة لهذه الوسائل التي ذكرنا كلها عندها واحد الفوائد وكلها عندها واحد أخطر غير هو كل واحدها والأخطر ديالها نعم وكل واحده كيفاش يشوف الوسيلة يعني من وجهة النظر دياله أنها أشد خطورة أنا بالنسبة لي لا الهاتف ولا الحاسوب يعني كلاهما حتى التلفاز كلاهم خطير على مخصصا عن الناشئة لكن يعني إذا حسنا الاستعمال ديالهم فهم يفيدوننا لكن إذا استعمالهم فهذا يضر بنا تفقنا ثم أقرأ العنوان وأتوقع كيف يمكن للحارس أن يكون إلكترونيا كيفاش يكون يقدر يكون عندنا واحد حارس إلكتروني نعم يمكن للحارس أن يكون إلكترونيا حين نقوم ببرمجته ليقوم هذا الجهاز بدوره بمعنى مثلا عندنا الجهاز ديال الكشف الحرائق مثلا تفقنا كيكون في المنازل وفي المستشفيات مثلا مثلا في الضول الكبيرة هذا الجهاز هذا مجرد أنه يقع واحد حارق يعني كي يعطي واحد الإنظار وكي يدفلنا النار هذا كيستخدموه من ناس الأغنياء يعني الأغلبية في المنازل اللي كتكون يعني غنس لنا بس ليهم أو كيكونوا يعني في المستشفيات يعني في الأماكن العمومية يعني كيف كان قولوا لهم المرافق العمومية كان لقوا فيهم هذي الأشياء هذي مثلا بالنسبة للمنزل كيكونوا واحد الكاميرات يعني حتى هما يعني إلكترونيا هذي الكاميرات كيرسدونا يعني أي واحد كي دخلنا لوح المجال يعني ديال المنزل أو غيره تفقنا وغيرها من الوسائل هذي ما يمكننا ذكره نعم الآن ننتقل للصفحة المولية لنجيب على أسئلة الحصة الأولى ديال الأسبوع الأول وهذا الأسبوع الثاني تفقنا إذن بالنسبة للأسبوع الأول عندنا عنوان دعوة الجد لحفيده يوسف لزيارة البيت نعم من عندما دع الجد حفيده يوسف إلى من تغيرات جديدة كعادته يعني من الانطلاق ديالنا من النص من هنا يا عندما دع الجد نعم حتى لهنا كعادته يعني النهاية هاي الفقرة الثانية تبدأ من رقم إثنى نعم جيد لدينا أول سؤال أغني رصيدي أغني رصيدي تشعلنا آتي بخريطة الكلمة أخفى الخريطة ديال الكلمة هي مطلوبة أن نحدد النوع ديالها الضب ديالها المراطف ديالها والتركيف ديال هذه الكلمة في جملة إذن التركيف ديال هذه الجملة أو الخططة الخاصة بهذه الجملة عنا أخفى نعم النوع ديال هذه الكلمة هذه فعل نعم المراطف ديال أخفى بمعنى خبأة يعني خفيت شي حاجة بمعنى خبأتي واحد حاجة مبغيتش تباني لشي واحد آخر طفقنا ضدها أظهر بمعنى هذه الحاجة اللي خفيتها ورئتها للناس طفقنا إذن أظهر تركيبها في جملة مثلا أخفى أخي لعباه طفقنا إذن ممكن أنكم ديروا جملة أخرى طفقنا هنا في الجملة ديروا جملة أخرى مثلا أخفى صديقي كتابه مثلا أو أخفى صديقي قلامي مثلا أو غيرها من الجملة التي ممكن أننا نقدر نضيفها هنا ثم أفهم وأحلم أعنا السؤال الأول لماذا تسأل يوسف عن سر دعوة جده المفاجئة؟ نعم نعود للنص لنبحث عن الجواب عندما دع الجد حفيده يوسف بإلحاح إلى بيته البعيد والهادئ سعد الصغير بذلك لكنه لم يفهم سبب هذه الدعوة المستعجلة نعم الجواب هو بإلحاح إلى بيته نعم إذن الجواب ديرنا تساءل يوسف عن سر دعوة جده المفاجئة لأن الجد دع حفيده بإلحاح شديد وهذا ما جعله يتساءل نعم السؤال الثاني السؤال الثاني مثل مني أحدد السبب الذي جعل الجد ينعت حفيده بالعبقري الصغير نعم الجواب ديرنا كذلك من النص نعم هنا يلجد نعم لم يكن يدري أن وراءها خبرته الكبيرة بالحاسوب تفقنا إذن هنا كان الطفل ما كيعرفش يعني ما كانش عارف أنه يعني يعني هذ يعني يجدو عيط له غي حيث هو عنده واحد الخبرة ماشي غي حيث ولكن حيث عنده واحد الخبرة كبيرة بالحاسوب وبغي يساعده تفقنا إذن الجواب ديرنا نعم السبب الذي جعل الجد ينعت حفيده بالعبقري الصغير لأن يوسف لديه خبرة كبيرة بالحاسوب نفهم يلا نمشي السؤال الموالي أركب وأقوم أطلع مني ألخص الجزء الأول من النص يعني أغندر واحد الخيص صغير للنص نعم أطلع من التلخص هو حضور عفوا يوسف لبيت جده بعد إلحاح منه وتفاجئه بسبب الدعوة المفاجئة وتجوله في البيت ليرى ما أحدثه جده من تغييراته جيد الآن الجزء الثاني من أنترس عنا السؤال الأول في أغني رصيدي أربط الكلمات رمى بمعنى حسب السياق عنا الجملة رمى يوسف بصره ببصره عفوا إلى الغرفة رمى يوسف الكرة رمى يوسف القمامة هنا يطرحها وتخلص بينها بصر ولمحة وهنا قذف إذن بمعنى رمى يوسف ببصره إلى الغرفة بمعنى بصر ولمحة نعم رمى يوسف الكرة بمعنى قذف الكرة نعم رمى يوسف القمامة بمعنى طرحها وتخلص منها نعم السؤال الثاني أذكر السبب الذي جعل الجدة يفكر في تأجيل الصفر نعم نعود للنص نعم هنا يعني إن أكثر ما يزعجني يا يوسف أثناء صفرهم اللصوص إذن السبب اللي خلاه أنه يحاول أنه يجل الصفر دياله نعم هو خوفه من اللصوص إذن الجاوب دياله والسبب الذي جعل الجد يفكر في تأجيل الصفر هو الخوفه من اللصوص يخافه من سرقة ممتلكاته نعم هنا يربط هذه الصفات بأصحابها عنا الثقة عنا الدهشة الانزعاج عنا الانشراح عنا الاستغرار نعم عنا صفات الجد وصفات يوسف إذن الثقة هي من صفات يوسف تفقنا والدهشة من صفات الجد حسب النص نعم الدهشة نعم الانزعاج كذلك هي من صفات الجد نعم والانشراح هي من صفات يوسف نعم هذه الكلمة كين مراضفة يعني موجودة في النص ثم الاستغرار تفقنا إذن هذا سؤال ثاني أركب وأقوين أضع عنوانا آخر للجزء الثاني من النص مطلوبني أنني ندروح العنوان آخر للنص إذن كمثال الحارس الإلكتروني أو الحارس الليلي اتفقنا إذن الحارس الإلكتروني أو الحارس الليلي وبهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذا الدرس شكرا لكم على متابعتكم أتمنى أن ألقاكم في مقطع لاحق ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم جميع دروس المستوى الخامس بتدائي إن شاء الله وإلى اللقاء